بما أننا تحدثنا عن المؤمن وقلب المؤمن وضرورة أن يلقى الله تعالى وقلبه سليم فالساءل يقول في قوله تعالى وهو يصف سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم كيف يقبل الإنسان على الله وهو بقلب سليم يكون ذلك بأن ينقي قلبه ويطهره من شوائب الشرك والرياء والنفاق وأن ينقي باطنه وظاهره من الرذائل وما يشين الأخلاق فمعنى ما وصف الله تبارك وتعالى به إبراهيم الخليل إذ جاء ربه بقلب سليم فالسلامة تعني الطهارة والنقاء أن يخلص القلب من شوائب الشرك والرياء والنفاق وأن تخلص الأعمال مما يشينها من الرذائل والنقائص فيتحلى بالكمالات والفضائل وبهذا يقبل المرء على ربه تبارك وتعالى بقلب سليم نقي طاهر من آفات الرياء والأمراض القلوب والنفاق ويزكو بنفسه هذه فتتحلى بالفضائل وتجتنب الرذائل وتسمو بالكمالات والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر